لسه مكملين مشاهدين من مصنع 200 الحربي وفي هذه الجولة مع الأوتوبيسات الكهربائية والسيارات الكهربائية بشمونس امرحب بحضرتك مهندس خالد محمد الشحات مدير عام بقطاع الانتاج الرئيسي أهلا بيك بشمونس حضرتك بشمونس كنت من المجموع اللي راحت الصين ضربت على الأوتوبيسات الجديدة تمام لو حد حبي بيفهم ايه الفرق بين الأوتوبيس اللي بيشتغل بكهرباء والأوتوبيس العادي اللي احنا متعودين عليه بالوقود او بالغاز ايه الفرق يا فندم ودربتم عليه هناك تمام حضرتك الأوتوبيسات الكهربائية طبعا عارفين اللي هي أحد الأوتوبيسات اللي هي صديقة للبيئة طبعا ما فيهاش عادم ما فيهاش غازات احتراء وكده فبتشتغل بطارات الكهربائية التكلفة بتاعتها كلها في سعرها أما بعد كده الصيانة ضعيفة جدا جدا بالنسبة لصيانة الأوتوبيسات صيانتها كلها دي ازال عربيات العادية لا دي بسيطة جدا كل فترة كبيرة يعني أقلب كتير من الأوتوبيسات البنزين أو الديزل تكلفتها بسيطة جدا في الصيانة فيها إمكانات عالية جدا اللي هي 32 راكب كورسي فيه بتوصل في الكراسي في العدد الركاب لـ 80 راكب نفس الهيسنة costs لقاعدة على الوقف فيها طبعا تكييف فيها أماكن زاوي الاحتياجات الخاصة وفي ميزة كمان اللي عندي رامب الأوتوبيس بميل بزاوية بحاس اللي هو فيه الراكب طالع على كورسي أو حاجة يطلع عادي سهل فيه أماكن المعاقين فيه ست كاميرات مراقبة بحاس السواء لو فيه أي حاجة أي مشكلة أو حاجة يعني إيه بقى بيشتغل بالكهرباء يا فنم يعني إيه بيتشحن ويمشي بعد كده كهرباء بص حضرتك إحنا بالنسبة للأوتوبيسات الليها محطات شحن موجود حضرتك هاتصوري دلوقتي بيشحن نص ساعة ويمشي 200 كيلو 200 كيلو ده اللي هو من فين لفين تقريباً يعني 200 كيلو يعني هو الخط دلوقتي اللي من وسط البلد للتجامع عند الجامعة الأمريكية تحديداً 36 كيلو تقريباً تمام تمام ده مشوار في محطات في النص تمام عم نتكلم 200 كيلو نمو ممكن يعمل كزا رحلة يعني اه كم رحلة 200 كيلو بزا 200 كيلو وبعد كده يشحن نص ساعة وبيكمل مصارعاتي فدي ميزة فيه متوفرة مش متوفرة في التفسيرات الشخص ترجمة نانسي قنقر